مرحبا وصفتنا اليوم هي شربة الفطر وبطريقة سهلة وطيبة كثير وإن شاء الله تعجبكم ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو وإذا كنتم اجداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم مشعار من أنزل فيديو جديد ويلا نبدي بطريقة التحضير نحتاج معلقتين أكل زيت ونص معلقة أكل زبد نحطهم على النغ ونضيف بصلي صغيغي مثغومي نعم ونقلب البصلي شوية ونضيف فطر طازج مثغوم شرائح ونقلبهم ونضيف ملح حسب الحاجة ونص معلقة شاي فلفل أسود ونقلبهم كم دقيقة ونضيف معلقتين أكل طحين ونقلبهم ونضيف لتر ماي مغلي ومكعب ماجي نذوب الماجي مع ماي المغلي ونضيفه على باقي المكونات ونغطي الدست ونتركه على ناغ من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة على ناغ وسط حتى يستوي الفطر ويثخن ماي الشوربة وبعد ما ثخن ماي الشوربة وصاغب هذا القوام نضيف نصف كوب كريمة الطبخ ونقلبهم المدة الدقيقة ونطفي الناغ وتكون استود وفي صراحة طعمه كثير طيب الزينون الشوربة حسب ضوغكم أنا شوحت قطعة فطر ورشت بصل أخضغ وضفتهم على وجه الشوربة وهذه كانت وصفتنا اليوم شوربة الفطر أتمنى تكون عجبتكم من الوصفة ولا تنسون اللايك للفيديو إذا كنتم اجداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم مشعار من أنزل فيديو جديد وألف عافية